انك ترد على برايم عيسى مش برايم عيسى بس هو بسم الله الحمد لله والسلام صلى الله عليه وسلم هو الفكرة كلها هذه الموجة الثالثة في القرن اللي فاده الموجة الثالثة اللي احنا كان فيها تجريف للثوابت بتاعتنا وتزييف للحقاق يعني دي الموجة الثالثة بتاعتها والموجة دي غريبة جدا يا سيد محمد حرقت لو نتفرج على الفيديوهات يعني نتفرج عليها دي مو هناك انت بتسميها موجة موجة كاملة كاملة او مرة تجبل بهذه القول احنا في وقت ممكن نتكلم على الامواجات اللي كانت قبل كده بس الموجة دي موجة خريبة جدا موجة بهدفها تجريف الثوابت وازالة الحقاق كلها بتتغير او تزييف الحقاق بيتكلم على الحاجات كان قبل كده الامواج الامواج اللي كانت اكثر ثقافة مثلا فرح انطون مثلا كان مثقف احمد رطف السايد كان عنده حبة ثقافة ناس مثقافة شوية انما المستوى اللي احنا وصلنا له هو مستوى اولا ضايع سطحي جدا حاجة تانية بيكلم اللي القرآن ما حدش عملها ده المستشرقين ما عملوش كده جلدة سهر مثلا كان من احد المستشرقين مهمين جدا في العصر حديث كان بيدرس القرآن وبيدرس السيرة وبيدرس السنة عشان يطلع فيها اخطاء لم يتكلم على القرآن مارجريوس صديقه اليهودي قعد اكتر من 25 سنة كان بيشتغل في اليوم 18 ساعة عشان يدور على اي حاجة غلط ما تكلمش على القرآن والفي مشاكل ما تكلمش على القرآن يعني بتتكلم على اكبر ناس مستشرقين جدين مش ناس لكن احنا النهاردة معنا ناس بتتكلم على القرآن اساطير بيقولوا عليها اساطير اساطير تخيل واحد بيكلم لم تحدث الا ايام قريش مثلا انا كنت بتكلم مع المعدة قبل بقولوا الكلام ده حصل امتى ده قلتولوا لا معرفش حد قالي الكلام ده الكلام هنشوفه النهاردة خليني عشان من ده شوء عجيبة جدا عاوز نرد عليه خليني نرد على اول حاجة معنا ابراهيم عيسى بيتصديف واحد اسمه فراس السواح هو سوري وفراس السواح بيقول ان القرآن به اساطير وهو بيوفق على كده خليني نشوفه فيديو عشان بس ما نتعلمش خالص نشوف ده فيديو كده ايضا بالقرآن اساطير يعني هلا استعمل اسلوب القص اممدي فما القرآن بيقدم هذه القصص بيقدمها باعتبارها اساطير للعظة والاعتبار والترميز مش للقبول بيها كوقائع حدث بالفعل ليه ما نقبلش بيها كوقائع حدث بالفعل علشان عقلنا مش مصدقها يعني في الزمن الحاضر هل اصدق ان نملة تحدثت مع اختيها وانا سليمان سمعها وتبسمها ضاحكا سليمان ده نبي فن مش مواطن عادي يعني طيب يعني اقولي ملخص قال ايه كده هو بيتكلم اللي بيقوله هو طبعا اللي جايبه الاستاذ ده اولا بيتكبروه وينفقوه جدا بعد ان مات محمد شحرور هم بيدوروا على الناس اللي زي كده يعني تحت بريس سلم عارف بيجيبوا ناس من يعني إبراهيم عيسى كل اسبوع بيجيبوا واحدة من تونس بحاجة عرفها فرصة واحدة بحاجة عرفها اصلا عن دراف مصر بيقولك دكتور في الميثولوجيا الميثولوجيا يعني علم الاسطورة وطبعا بيتكلم عن نفسه اللي هو ايه جبار وانفيش زيه ده جبوه في معرض الكتاب المفكر العظيم اللي مش عارف ايه المفكر العظيم ده بيقول اللي القرآن فيها اسطير ازاي ازاي اللي سيدنا سليمان يكلم يعني هو بيستدل على ان القرآن اسطير بقصة سيدنا سليمان سمع النملة وهيجي كمان شوية وهقل دلوقتي ما هو ردك على ده اولا انسان يا فندم اسطير زكرت في القرآن ان هي الاسطير الاولين تسع مرات واللي تسع مرات اللي نزل زكرت فيها في القرآن كلمة اسطير يعني ابطيل المام الجوهري في اللغة العربية ده من اشهر ناس في اللغة العربية كان بيقول كلمة اسطير يعني ابطيل او طرهات باللعلك لو انا قلت على كلام السيسي ابطيل او طرهات ابراهيم عزة ده هيكمل اسبوع في البناء ولا ده هيبقى في السجن هيموس في السجن طيب المهم بننظور صاحب كتاب لسانة عرب اكبر كتاب في قاموس لغة عربية يعني اكبر كتاب عظمة يعني فيه اكبر منه حجم انتاج العروس اللي عارفك العمل الكتاب ده حقاقه الدكتور بتاعي استاذي دكتور مضاعب الرجل كاتب بيقولي ابطيل هو كل شيء الى اصل له اذا كلمة اسطير او ابطيل هي هي الترهات اللي التي لقصت لها حكاية يا فان يعني رباني بيحكي حكاية كاذب اللي يقول كده في ربسته اللي قال كده زمان كل التسع ايات اللي جات في القرآن نزلت في واحد اسمه النظر ابن الحارث الحديث رواه الامام التبراني مرفوع عن عبدالله ابن عباس يقول كان النظر ابن الحارث من المشركين وكان اذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن كان يجمعهم عليه ويجمع القناة عارف يخلي المغنيين يغنوا جميل وبعكاية يحكي لهم عن قصص رستم بتاع الفرس واسد جرد فيتحدث يقول ما يقوله محمد ما هو الا اساطير كما ارويها لكم عارف ابو زيده ليالي ايه فربنا صحة تعالى قال ويل للمكذبين ده مكذب يعني ربنا قال عليه اذا تتلع عليه اياتنا قال اساطير الاولي ده اسمه ايه مكذب ربنا سمه مكذب اللي يقول على القرآن اساطير مكذب بيوم الدين والويل لهم ويله طبعا في التسع ايات فكلمة اساطير لم تروى لم يعرف احد عبر التاريخ قال على القرآن اساطير الا الاستاذ ده والنظر ابن الحارث طيب لا اتأخذ بالك بقوله بقوله طبعا اه بقوله ما يساور عادي وديني بسيطة ولسه ده هتكلمي بقى عاوز يقولي لسيدنا سليمان كمان شوية مش عاوز بقى انا ارده لوقت انا ارده لوقت بقولك لسيدنا سليمان اسطورة بتاع واجزوبة بيعتمد على مين حضرتك يعني انفر طب لا خلينا نقول خلينا نشوفه نسمعه ممكن نسمعه وبيقول لسيدنا سليمان طبعا بس تحديدك خدت بالك كلمة اساطير معناها ايه طرهات ابطيل كلام لا اصلا له ربنا قال ويله للمكذبين بيقول انت ويله ليك يعني هتتطحن في جهنم طيب يقول كده اذا ده رده على كلمة ارد حضرتك على كلمة الاساطير وانت ترى انه لو احد وصف كلام السيسي بانه اساطير كان زمانه راح السجن كانت في السجن طبعا كانش هيكمل طبعا